أصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بياناً لاستعراض جهود المؤسسات الأعضاء بالتحالف الوطني حيث قام التحالف بإطلاق حزمة واسعة من التدخلات على كفة المحاور خلال عيد الأطحى المبارك يأتي ذلك لصالح ما يقارب أربعة ملايين وخمسمائة ألف أسرة بإجمالية تكلفة بلغت نحو سبعمائة وثلاثة وسبعين مليون جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى منتصف يوليو الجاري وتنوعت الجهود حيث شملت المحور الغذائي اتقدمت المؤسسات أعضاء التحالف تدخلات في المحور الغذائي تشمل الوجبات الساخنة ولحوم صدقات والصناديق الغذائية وعلى صعيد الأضاحي فقد تمت عمليات الذبح للأضحيات داخل مصر وخارج مصر في مجازر مركزية بالهند والبرازيل